هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد في النادي الأهلي كان عندنا مبرم بارح مهمة جدا مع البنك الأهلي بنك الأهلي اللي بيقوده عمر جيوشي وفرقتنا اللي بيقودها مستر ديفيد ديبس خلينا أقول لحضراتكم حاجة انه طبعا فريق البنك الأهلي هو الفريق الحقيقة اللي خرجنا من كأس مصر يعني فرقة قوية ويعني فريق بيدربه مدير فني قوي والحقيقة ملعبهم كمان صالة القوات المسلحة باسموها في اسكندرية صالة كويسة وصالة حلوة تحب تلعب عليها فإذا يعني عندهم كل مقاومات الحقيقة اللي يبقوا فرقة كويسة نادي يعني نجح ان يفوز في هذا اللقاء برصيد كبير يبدو ان الجهاز الفني واللعبين حابوا يوصلوا رسالة ان خسرتنا في دور التمانية في كأس مصر من بنك الأهلي كانت نتيجة ظروف معينة والنتيجة أكبر دليل فوزنا امبارح 33-22 وهو رقم أو فارق كبير ما بيننا يعني وبين البنك الأهلي طبعا ده أكيد ما يقللش من بنك الأهلي ولكن بيدل ان النادي الأهلي نزل خد المباراة بقوة منذ البداية والنهاية طبعا في رقيتنا أخبار هاي دلوقتي في رقيتنا 23 نقطة وحافظ على الفرق ثلاث نقاط بيننا وبين نادي الزمالك نادي الزمالك 20 نقطة احنا بنيجي في المركز الأول نادي الزمالك بيكي في المركز الثاني انا عايز اقول لكم ان كل ده ترتيبي فقط المركز الأول والتاني هيلعبوا بعض في النهاية بيست أوفترية على ثلاث مباراة على لقب بطولة الدولة الحقيقة انا شاف ان ده نظام يعني مش عادل يعني انا كنت دايما بقوله كل ما هجيب خبر عن كرة اليد سواء رجاله او سيدات يعني اسمحولي ان انا دايما نقول كده ان نظام المسابقة مش عادل وهقول لكم ليه طيب الجولة السابعة بقى اللي جايه يكون مع نادي سبورتيج ان شاء الله اتلاعب باذن الرحمن على صالة الامير عبدالله الفصل يوم الاربع القادم ان شاء الله الساعة اربعة يوم الجمعة القادم الساعة اربعة طيب ليه مش عادل هل ينفع ان انا طول السنة اول الدوري وبامشي اكسى باكسى باكسى ويجي في ثلاث مباراة تتحسم الدوري طب فين فين الفرق من فرقة اشتغلت موسم كامل وفرقة اشتغلت شهر او اسبوعين في نهاية الموسم يعني يكفيني ان انا احافظ على المركز التاني هو ده هدف هيبقى موسم كله واجه في الفاينال ابقى موفق او مش موفق دي حاجة بقى في علم الغيب لأ طبعا الكلام ده مش فير انت عايز تبقى تعمل نظام يعني عادل ويفرز البطل لان البطل مش انه يبقى متوفق في ماتشين ثلاثة البطل هو اللي يمشي السنة كلها جيد على الاقل دخلني البستوفتري وانا سابق نقطة يعني على الاقل خليني اقدر ان انا لو كسبت مباراة واحدة افوز من البستوفتري بقديني اولوية انما خش زيرو زيرو في النهاية لا كده انا شايف ده نظام مش عادل وهفضل اقول كده ولان اكيد طبعا المسؤولين على لجنة المسابقات فتحات كرة اليد يعني اكيد اكيد هياخدوا ده في الاعتبار لان احنا في الاول والاخر عايزين مصلحة كرة اليد في مصر هنعمل حاجة زي كده دخلني في النهاية وصلني للنهاية وانا معايا ادذنتج نتيجة تعبي طول السنة مش تعبي ان انا اجي في الاخر الاول او التاني اقلعب ثلاث بيستوفتري او ثلاث مباريات بلاي اوف ويبقى كده انتهى الموضوع النظام ده مش عادل ولازم يعاد النظر فيه مرة اخرى اشتركوا في القناة